من عام 2003 والعمل معنا لاستنهار طاقات شعبنا وقواه الخيرة لوضع بلادنا على طريق التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي واللحاق بالحضارة البشرية عدة قطوات فقط تفصلنا عن الانتخابات المبكرة التي شكلت جوهر التحول والتغيير السياسي المنشود وهو ما سعين الانجازه بكل الجهد واخلاص متجاوزين شتى الصعوبات والتعقيدات التي تعرفونها وكان هاجسنا أن نخلق البيئة السياسية والأمنية الملائمة تكون الانتخابات نزيهة شفافة آمنة تستجيب رؤيتكم الوطنية بما يحفظ كرامتكم وهنا أستحضر قول الأمير الممنين الإمام علي عليه السلام الوفاء توأم الصدق وها أنا أضع أمامكم جرد حساب بما قمنا به خلال عام وثلاثة أشهر عصيبة لم يكن ممكنًا تحقيقها دون الاحتماد على تقة العراقيين وحكمتهم في الإيثار والصبر والصمود والتعالي عن معاناتهم ومرارات الحياة اليومية لن أكابر أو أدعي الرضاء الكامل عن ذا الحكومي بما يوحي كما لو أننا استجبنا لما كل ما يطلع إليه شعبنا من مهام وتطلعات وأهداف تتجاوز أهداف المرحلة وليس بالإمكان تحقيقها خلال سنة من عمر حكومة تتحرك في حق الألغام رغم شكوك المتربصين بمدى جدية هذه الحكومة حين حددنا السادس من حزيران الماضي موعد كنا قد تخطينا كل العواق لإجراها في ذلك التاريخ المبكر لكن مفضلة الانتخابات قامت بتأجيلها وبموافقة الكتل السياسية وأقرار مجلس النواب ونحن الآن على مسافة ساعات من موعد عقادها بعد أن وفرنا كل المطلبات الضرورية لنجاح العملية الانتخابية وتأمين حمايتها وإدارتها بما يحقق رادة الناخبين ويشرفني أن تولى شخصيا المتابعة الإشراف على كل ما يتعلق بالأمن الانتخابي ويوفر أقصى ما يمكن من إرادة الحرة للناخبين وفي هذا السياق أود التأكيد على أنني نأيت بنفسي وفريق الحكومي عن الدخول كطرف منافس بالانتخابات والتزمت بعد من الانحياز لطرف أو مرشح أو حزب أو جهة سياسية ولم أتسامح في أن تفسار حكومتنا إذا أي انتهاك لقواعد العملية الانتخابية انسجام من ما اتقطعته على نفسي دون أن ألتفت إلى عتاب الأصدقاء والمحبين هادفا من موقف المبدئي هذا تأكيد انسجامي مع مفهومي ورؤيتي لدول الدولة والسلطة السياسية كراعي للشعب ويطال للخدمة العامة والدستور والقوانين المرعية هذا ما يتيح لي نقول بملء الثقة إن العراق ليس ضيعة أحد وليس حديقة لأحد وعلى الرجل الدولي نلتزم بالعراق قبل التزامه بأي منهج حزبي أو مذهبي أو عرقي أو قومي ونخضع لقيم وأخلاقيات التحكم بنشاطه وحسن أدائه لما يفرض عليه موقعه ووظيفته هذا ما ينبغي أن تتزسد في سلوك كل من سوف يتصدى لقيادة عراق في المرحلة اللاحقة للانتخابات كي لا تتكرر أخطاء الماضي يا شاب العراقي الأبي من بدات السلام للمسؤولية اجتهدنا في تحديد وجهتنا ورسم الخطوات التي تقود مسيرتنا لبلوغ اللحظة التاريخية الراهنة مستعينة بالصبر والحكمة ملتزمين بالعمل الجاد دون التوقف عندما واجهتنا اتهامات وتشكيك وظلم وكاذيب من جهات متربصة وجدت في أي نجاح لهذه الحكومة أضعافا لها وعزل لنهجها المتعارض مع المصالح والقيمة الوطنية العليا أمام العراق ومصلحة العراق صمتنا ووضعنا مصالح شعبنا أمام عيوننا وقالوا صمتنا ضعف ولكن والله وحق العراق وأهل العراق إن وراء هذا الصمت كانت هناك مواقف وعمل وطني بحيث العمل اليومي كان منهاجنا ومسارنا وشعب العراق غايتنا ومنتهانا كان واضحا لنا ونحن نستلم التكليف إن المؤشرات الاقتصالية تأمير ليظهر عجز مالي كبير قد يحول دون تأمين رواتب موظفية الدولة العراقية والمتقاعدين بل وتتعدى ذلك لاحتمال إشهار فلاس الدولة كما وحال بعض الدول المجاورة ولم نكن نرتضي لأنفسنا أن ننحني أمام هذا الواقع المرير الذي ورثناه ونصبح شهوداً بالمشاركين في السماح لمثل هذا الانهيار العراق يمتد بحضارته في عمق التاريخ الزاخر بالمنجزات التي فتحت أمام البشر آفاق تطور في شتى ميادين العلوم والفنون والتراث الإنساني ولم يكن أمامنا إلا اتخاذ تدابير وقائية كان البعض شجحها في الخفاء ولكنه يخرج علينا في المزايدات عبر وسائل الإعلام كسباً لأصفوات انتخابية عبر خطاب شعبوي يرفض فيه ما كان قد وافق عليه في الاجتماعات المغلقة وكان الإنسان حالي يقول حملوني وزد أخطائكم وأخطائكم فلست بخاف من المزايدات ولن أكذب على الناس وعلى شعبي الجميع يذهب والعراق سوف يبقى ولست في واردة قال عليكم يا بنات وابناء شابنا العظيم ولكني أجد بنواجبي وضع بعض الحقائق والأرقام توخيني ظهار حقيقة وشهادة للتاريخ بعد عام من إجراء إصلاحات اقتصادية ها نحن نضيف ما يزيد عن 12 مليار دولار إلى احتياط الدولة لنسلمها الحكومة المقبلة ونأسس منها جزي إصلاح اقتصادي شامل عبرت عنه الورقة البيضاء وقد بدنا بتنفيذ بعض بنودها على الأرض وغايتنا في ذلك أن ينتقى العراق خلال خمس سنوات قادمة إلى مصاف الدول المنتجة المزدهرة في المنطقة والعالم وأن تستثمر طاقات شعبنا في الانتاج والعمل والبناء وأن نوقف الترخل في الدولة ونطلق الآلاف من المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والسكنية ومشاريع الطرق والجسور والسكك الحديد والموانئ والأتمة والتجارة التي تستوعب البطالة الكبيرة التي انتشرت ليس في المجتمع فقط بل في مؤسسات الدولة نفسها كبطالة مقنعة رغم فداحة إزمة الطاقة الكهربائية في العراق بدنا خلال عام جهود استثنائية للنهوض بواقع الطاقة ومعاجز الأخطاء الكارثية التي تسبب بها سوء التخطيط خلال السنوات الماضية وقفزنا بالانتاج لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية إلى أكثر من 21 ألف ميجاواط يوميا بعدما كان الانتاج حوالي 16 ألف ميجاواط للسنوات الماضية وتمت معالجة مشكة الربط الكهربائي مع دول الجوار وسوف يتم الربط الكهربائي بالشبكة الكهربائية الدولية خلال العام المقبل سواء مع دول الخليج العربي أو الأردن ومصر أو التركيا بالإضافة إلى الجارة إيران قررنا كذلك البدء بمشروع انتاج الغاز العراقي المهدور ليصبح العراق قادر عن توفير الغاز لمنشآته الكهربائية خلال المرحلة المقبلة وفتحنا الباب أمام استثمارات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية والتي ستكون عاملاً حاسماً في توفير الطاقة الكهربائية لشعبنا بالإضافة لاطلاقنا لعدد كبير مشاريع في مجال تطوير وإنتاج الطاقة في المحطات الغازية والحرارية على مستوى تجديد شبكة النقل الكهربائي لم نركز على هذا الجانب من غايات سياسية وحزبية وانتخابية فأنا لست مرشحاً بل بالعكس من أجل أن لا تستخدم قضايا الناس وإزمات الشعب العراقي كمادل الابتزاز السياسي وأنتم تتذكرون كيف استخدمت قضايا ومآسر العراقيين سياسياً سابقاً في كل انتخابات وكان آخرها استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية من قبل المجرمين أطلقنا خلال هذا العام مشروعاً كبير لتأمين أكثر من 650 قلعة أرض سكنية للمواطنين للمساهمة في حل أزمة السكن فوضعنا قواعي الشفافة ليس فيها محابات أو وساطات لتوزيح عبر برنامج الكتروني باسم مشروع داري ورصدنا الأموال لتوفير من التحتية لهذه المناطق الجديدة وتوفير قروض الإسكان المستفيدين منها وسوف تجدون بإذن الله قريباً وخلال أشهر المقبلة تحركاً فعالاً لتطبيق خالة تدوجه الحيوي أطلقنا أيضاً خلال هذا العام خطط استثمارية كبيرة واستغطبنا شركات عالمية لتنفيذها متجاوزين عراقي الهادفة لاستمرار بيئة الفساد الطارد للمستثمرين وقد تغلبنا عليها وهناك مدن استثمارية ومشاريع صناعية ريادية بمعايير عالمية تكون حاضرة رفض الاقتصاد العراقي وخدمة شعبنا صممنا على عادة الحياة وإحياء وبناء مشروع ميناء الفاو الكبير الذي طال انتظاره ليكون واحداً من أهم موانئ المنطقة ومشروع القناة الجافة والربط مع كل دول الجوار عبر شبكة طرق وسكك حديث حديثة بحيث يصبح العراق واحداً من أهم الممرات الدولية للتجارة العالمية خلال أعوام المقبلة خلال هذا العام أحدثنا قفزة في مجالين أساسيين الأول هو توسيع نطاق الرعاية الاجتماعي للعوائل المتعففة ومضاعفة المبالغ المرصودة في هذا الجانب لمعاجلة الأضرار التي تكبدتها هذه الفئات واصلحنا منظومة البطاقة التموينية من خلال توفير سلة غذائية لأخذ بشعبنا وانهينا تاريخ طويل من التلاعب والفوضى في هذا المجال وخلال هذا العام أيضا أطلقنا مشروع ألف مدرسة لإعادة الكرام لطلابنا وكادرنا التعليم وكذلك افتتحنا مشاريع المستشفيات المتوقفة والمتلكة منذ عام 2009 بعدما واجهنا وباء كورونا وتداعياته وقد كان العراق من الدول المتقدمة في المنطقة التي وفرت أفضل نوع اللقاحات إلى شعبها وقد تتجاوز معدد تلقيح خمسين في المئة قبل نهاية هذا العام أهلنا في بلاد الرافدين أبناء القوات المسلحة بكل صنوفها لم نقبل ونحن نستلم سورة بلد عظيم كالعراق في ظرف استثناء وحساسا يقال بأن هناك ضعف أو خلل في الثقة بين الشعب والمؤسسات الأمنية وكان هذا ما حدث للأسف الشديد في مجرى تطور الحراك التشريني الذي مثل احتجاجا اجتماعيا صادقا ورغبة شعبية حقيقية بالإصلاح ولم يكن أمامنا إلا بدل الجهود لاستعادة ثقت قواتنا الأمنية والعسكرية بنفسها واستعادة ثقت شعبنا بها واتخذنا سلسلة طويلة من إجراءات والقرارات التي كرست هيبة واحترام مؤسساتنا العسكرية والأمنية وفرنا الدعم رغم كل الظروف لجيشنا البطل وقوات المسلحة بكل صنوفها من أجل الدفاع عن العراق وشعب العراق والتصدي الإرهاب وانهى جيوبه ومحاولاته اليائس ومحاربة الجريمة والتهريب وتجاهة المخدرات ومعاقبة سوء استخدام السلطة وكنا دائما نقول لضباطنا ومراتبنا وما زلنا نقول ذلك الشعب هو القائد ونحن نخدم لهذا الشعب وفي أمرته ولقد نجحت قواتكم الأمنية البطلة في تصفي تهم رؤوس الإرهاب الداعش في العراق واحداً للآخر ابتداء من المراء الذين كانوا يخططون لمهاجمة مدن العراق ولم تتوقف الحملات لتأمين هذه المدن واستطيع التأكيد بثقة إن الشعبنا سوف ينعمل المرة الأولى منذ عام 2003 بإجراء انتخابات أكثر أمناً من كل الانتخابات السابقة التي كان يحاصرها الإرهاب والمفخخات وعمليات الاختيال اليومي كما نجحت قواتنا البطلة في تأمين الزيارات الدينية وآخر الزيارة الأربعينية التي لم تشهد أي حوادث تذكر بسبب يقضت ومسؤولة قواتنا البطلة وقلنا منذ البداية أنه ليس هناك كان يتوافق بين الدولة التي مثلها القانون والمؤسسات الأمنية وبين اللا دولة التي مثل السلاح المنفلد بكل توصيفاته ولم نتردد لحظة واحدة رغم لوم اللائمين وضغط المستفيدين من مواجهة هذا السلاح بكل الطرق وقد احتقلنا العشرات من المتجاوزين على الدولة والقانون دون أن نتوقف عند الذي يريد ضعاف الدولة أمام عصابات الجريمة وفرق الاغتيال والموت وقد تم وضع الكثير من المجرمين في قضايا اغتيال معروفة أمام شعبنا أمام المسائلة القانونية ونالوا جزاءهم بما اخترفت أيديهم رغم أن هناك من أوهمهم أنهم سيكونون بمأمن من ملاحقة الدولة والقانون نعم هناك من أوهم البعض بأنهم فوق الدولة فعاتف الأرض فسادا واحتموا بمنصات سياسية وحكومية لهذا أطلقنا مشروع لجنة مكافحة الفساد والجرام الخاصة ليكون ذات الدولة في محاربة الفاسدين ولم تمنعنا الضغوط والتهديدات وحمنات الابتزاز والتسقيط والأكاذيب من اعتقال ومحاكمة وسجد مجموعة من كبار رؤوس الفساد في العراق التي سرقت مال الشعب وفتحنا حتى اليوم أكثر من خمسين ملف فساد أصحابها اليوم في السجون ولكن العراقيين لن يسمحوا لهذه البيئة أن تعود مرة أخرى ولن يمنحوا منصة لفاسد ولن يعطوا صوتهم لمن حمى فاسد أو دافع عن فاسد أيها العراقيون أصحاب النفوس الأبية الزكية قبل عام من اليوم كانت بلادنا تجهد انغلاقا سياسيا داخليا وخارجيا وكان يحس في النفس أن المجتمع الأقليمي والدولي لا يمنح العراق ما يستحقه من ثقل تاريخي وحضاري وإنساني بسبب ارتباكات السياسات الخارجية العراقية السابقة وبسبب تاريخ من الصراعات والاجتهادات الخاطئة كانت قد خاضتها الدولة العراقية على امتداد قرن كامل مع جيرانها ودفعت أجيالنا الحالية أثمانها الباهظة لقد وضعنا نصب عيون العراق وقلنا أن العراق هو السيد الحاضر وأن العراق سيظل الأبي الشامخ مرفوع الرأس وعندما أخصرنا على المسؤولية قبل ما يزيد عن عام بقليل أخصرنا أن نرتقي بالعراق واسمه في المحافل الدولية وقد شهد العراق في العام الماضي انتقال النوعية في نمط العلاقات مع جيرانه ومع المجتمع الدولي وهذا على أعجاب ودعم كل الجيران والأصدقاء والأشقاء الذين عبروا عن هذا الدعم في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وهو أول مؤتمر من نوعه منذ العام الفئة الثلاثة تشهده أرض بغداد العظيمة بالإضافة إلى المؤتمر التعاون العراقي المصر الأردني وتوجت زيارة قداسة البابا فرانسيس العراق وتجواله في المدن العراقية وسط ترحيب شعبي ورسمي هذه الجهود وعكست إمكانيات العراق وعبرت عن صالة شعب العراق وعكست صورة فريدة للتلاحم والتكاتف العراقي لقد انطلقنا من إرادة الشعب في بناء سياسة خارجية متوازنة وواثقة قائمة على مبدأ أصيل هو أن العراق الكبير هو ملتقى لأشقائه وجيرانه وعون لهم وليس طرفاً في معاداتهم أو اعتداء عليهم وأن منطقتنا بيهمس الحاجة إلى عادة الرؤية لتنتقل من مرحلة الخصام والصدام إلى مرحلة التعاون والشراكة زلنا العديد من دول العالم واستقبلنا العديد من زعماء مسؤولية العالم وكان القاسم المشترك هو الاحترام احترام العراق وإرثه وشعبه والاستعداد لدعم هذا الشعب من أجل تحصين دولته وحمايته بما يليق به إن البناء على هذا المنجز وتطويره مستمر ولن يتوقف لأنها إرادة شعب وليس إرادة أفراد أو فرد فشعبنا مصر على أن يكون جزء من المستقبل وأن يكون حاضراً باسم الدولة العراقية السيدة في كل مكان في العالم وأن يكون فعالاً في كل المحافل وفي هذا الاستحقاق الانتخابي نمى المشاركة أوسع في عملية الاختراع فهذه فرصتنا جميعنا هي الشعب العظيم لإجراء انتقال مطلوبة في الحياة السياسية بحيث لا تتكرر تجربة 2018 الذي قضت بمقاطعة انتخابات وأدت إلى تأجيل فرصة للإصلاح وخسرت مجموعة من خيرة شبابنا وأبنائنا نعم نحن نحترف إننا بيمس الحاجة لمزيد من العمل والتجارب والمصداقية لترسيخ مبادئ الديمقراطية والنزاهة الحقيقية في بلادنا لكن أملي كبير بكم بأن شعبنا يعرف أننا أمام فرصة تاريخية كبيرة يجب أن لا تضيع لانتخاب مجلس نواب من شخصيات كفوة وطنية لا تشبه شواب الفساد وتتحمل مسؤولية الإصلاح الشامل على كل المستويات خلال المرحلة المقبلة وهنا أجد من الضرورة للشادة وتقديم الشكر والعرفان إلى سماحة المرجع لعلى السيد علي السستان لذا ما ظله لمواقف المسؤولة ليس في دعوة إلى المشاركة في الانتخابات بل في حث العراقين على انتخاب الأكفى والأسطح والأكثر نزاهة ومن يلتزم بموادع العراق وسيادته وقيمه وبإذن الله سنلتقي بعد الانتخابات لنحتفل معا بإنجاز عراقي جديد يثبت للعالم أن الشعب العراقي يستحق أرثه الحضاري ويستحق وزنه الأقليمي شعبنا العظيم في كل مدينة وفي كل قرية وشارع أبطالا في المؤسسات العسكرية والأمنية رجال الدولة في المؤسسات المدنية الكادحون في كل مكان نساء العراق الأبيات العفيفات القويات شعبنا الذي ننظر بعينه إلى المستقبل مجرد خطوات فقط مجرد خطوات فقط تفصلكم عن يوم احتماد إرادتكم عبر صنديق الاقتراء فلتكن جولتكم جولة انتخابات الآثة معبرا لكم لما تطمحون ولتتحول إرادتكم الحرة طاقة طاقة إيجابية لإبعاد حيتان الفساد والكراهية والإخصاء والتزوير من المتقاطعين مع القيم الوطنية وخياراتكم الحرة وليكن يوم الاستحقاق الانتخابي لحظة عبورة مستقبل مشرق مزدهر لشعبنا تحفظكم وترعاكم عين العراق وتقبل أصابعكم كل دمعة ذرفت من عين أم فقدت ولدا أو زوجة فقدت زوجا أو طفلة فقدت أبا في رحلات العذاب العراقي ورحلات الفوضى والحروب والصراعات العبثية الدنية اليوم يوم صناعة المستقبل اليوم يوم صناعة المستقبل فلا تفرطوا بأصواتكم تحفظكم عين الله وترعاكم عين العراق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا